اعمال 12 محروس في السجن واما الكنيسة فكانت بتبقى منها صلب الححل اللع عشان خطره ولما كان هيرودس على وشك يقدمه كان بوترس في ليلة دينايم بين عسكريين مربوط بسلسلتين وكان قدام الباب حراس بيحروس السجن وفين وملاك رب جه ونور نور في البيت فضرب جنب بوترس وصحاه هو بيقول قوم بسرعة فوقعوا السلسلتين من ايديه وقال له الملاك شد حزامك ولبس النعلين بتوعك فعمل بالشكل ده فقال له البس لبسك ويمشي ورايا فخرج يمشي وراه وكان مش هارف ان اللي حصل على طريق الملاك هو حقيقي لكن فاكر انه بيشوف رؤيا فعدوا نقطة الحراس الاولينية والتانية وجوم لباب الحديد اللي بيودي على المدينة فتفتح لهم من نفسه فخرجوا طلعوا قدام زقاء واحد وفي الحال فرقوا الملاك فقال بوترس اما رجع لنفسه دلوقتي عرفت ودأكد ان الرب بعف ملاكه وانقذني من ايده رودس ومن كل اللي مستنيه شعب اليهود بعدين جيهه ومتنبه لبيت مريم ام يوحنة اللي لقبه مرقص مكان مكان ناس كتير مجمعين وهم بيصلوا فلما خبت بوترس باب الطرقة جات خدامة اسمها رودة عشان تسمعه فلما عرفت صوت بوترس ما فتحتش الباب من الفرح لكن جريت على جوه وبلغت ان بوترس واقف قدام الباب فقالوا لها انتي بتخطر فيه واما هي فكانت بتأكد ان هو كده فقالوا دل ملاك بتاعه واما بوترس فقعد يخبط فلما فتحوا وشفوه اندهشوا فشيرلهم بايده عشان يسكتوا وكلمهم ازاي خرجوا الرب من السجن وقال بلغوا يعقوبوا الاخوة بده بعدين خرج ورح لمكان تاني فلما طلع النهار حصلت لخبطة مش اليهلة بين العساكر يا ترى ايه اللي حصل بوترس واما هي رودس فلما طلبوا ملاهوش حقق مع الحرس وامر يجالوا للقتل بعدين نزل من اليهودية القسرية وقعد هناك وكان هيرودس غبان قوي على السوريين والصدويين فجولوا بنفسه واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مكان ما بيرؤد الملك بعدين بقوا يدوروا على الصلح عشان بلدهم كان بتاكل من بلد الملك ففي يوم معين لبس هيرودس اللفس الملوكي واحد على كرس الملك واحد يكلمهم فصرخ الشعب ده صوت اله من صوت انسان ففي الحال ضربوا ملاك الرب لانه مداش المجد لله فبقى يكلوا الدود ومات واما كلمة الله فكانت بتكبر وتزيد ورجع برنابة وشاول من ارشاليم بعد ما كملوا الخدمة وخدوا معاهم يحنى اللقب بتاعه مروس